اشتركوا في القناة يوم الحادي عشر من مايو وحتى السابع عشر من الشهر نفسه وقد اعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ان موعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية النهائية سيكون قبل يوم الثلاثين من يونيو المقبل وان موعد بدء تقديم طلبات الترشيح لمرشحي الرئاسة من العاشر من مارس المقبل وحتى الثامن من ابريل على ان يتم اعلان قائمة المتقدمين للترشح في العاشر من ابريل وان تبدأ الحملة الدعائية الانتخابية من يوم الثلاثين من ابريل حتى العشرين من مايو وتوقف الحملة الانتخابية يوم الحادي والعشرين من مايو للنقاش حول الجدول الزمني المعلن للانتخابات يسعدنا اولا ان نتلقى اراءكم واتصالاتكم على ارقام الهواتف المنشورة امامكم على الشاشة بالاضافة طبعا الى مناقشة ضيوفي في هذه الحلقة وابدأ بضيفي ولكن قبل ان ابدأ الحوار مع الضيوف ساتحول الى الزميل محمد ابريحاب يستطلع اراء بعض المواطنين حول الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة بعد اعلان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية تحديد يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مايو المقبل لبدء وانطلاق انتخابات الرئاسة واختيار اول رئيس لمصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير سنحاول خلال الدقائق المقبلة استطلاع رأي الشارع المصري حيال هذه المواعيد وكيف يراها وهل ستؤدي الى تحديد واستقرار الاوضاع في مصر على مختلف الاصيدة اسأل حضرتك كيف نظرت الى تحديد هذا المعادة هذا الموعد يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مايو المقبل لانطلاق انتخابات الرئاسة والله حضرتك وانتخابات الرئاسة الفترة المقبلة احنا كنا نتمنى تكون بدل عن كده كمان شوي وده هتقدي اول حاجة لاستقرار ووضع السياس في البلد اول ما يحصل لاستقرار السياس في البلد ايا كان الرئيس اللي هيجي وتحدي مدة الرئاسة بتاعته وتعامل الدستور هيتعامل الدستور مع موزة الرئاسة الاتنين هيكون في وقت واحد في خلال هذه المدة هنلاقي مؤشر بورصة ترفع مرة واحدة هنتلاقي البلد اي استثمات اجنبية للبلد هتخش جوه البلد دي هتخش ازاي وهتخش على اي اتجاه هل اتجاه ديني هل اتجاه لبروالي اي نوع السياسي اللي هيكون موجودة جوه البلد تحديد هذه الموعدة يعني انتخابات الرئاسة يعني تقريبا بعد يعني تقريبا بعد الثلاثة اشهر من الان هل من وجهة نظرك ستؤدي الى يعني نوع من الهدوء في شرع المصر هتقدي طبعا الهدوء طبعا هتقدي نوع من الهدوء وفي نفس الوقت هتقدي نوع من البلطاقة من فلول في حزب الوطني لان البلطاقة والحزب الوطني هو الفلول الموجودة على المستوى الجمهورية غاية النهاردة الدكتورة بنعم فتوح مضروب ومبارح واحد تاني برضو من حزب السلف برضو مضروب اللي كان فيه الموقع بتاع اسكندرية اللي هو طلع بالصدفة او ما عاشد كانوا نزجاد بالصدفة اللي هو بتاع داية احمد عز منلاحز ان الفلول كل فتح على المستوى الجمهورية بيدخلهم ليه لان هم مش عاوزين استقرار هم كانوا عاشين في عزبة هل لي كيف تنظري ايضا اللجنة العلية للانتخابات الرئاسية اكدت ان المصريين في الخارج سيصوتون في هذه الانتخابات ايضا هيصوتوا المصريين في خير لان دحق لهم انا النهاردة عاوز المصري يكون يعني النهاردة الامريكان ينمر واحد في العالم تشوف اي حد يحصل اي اي امريكي على اي منطقة في العالم تلاقي الخارجية الامريكية وصفار امريكية وكل عالم بيتكلموا عنه النهاردة عاوزين المصري فين المصري كانت المصري كانت في حرب التناصل السبعين يخش اي بلا بيدربه تعظيم السلام ضمر اسرائيل في ست ساعات انا عاوز المصري يرجع زي ما كانت القولة في الخارج انتخابات الرئاسة إن شاء الله يعني عقب انتخابات البرلمان بمجلسي سيؤدي ذلك إلى اكتمال مؤسسات الدولة وسيؤدي إلى الاستقرار وعودة الهيبة كما تشير أنت بداية الاستقرار في وجود رئيس جمهورية منتخب من الشعب المصري شكرا وصلت الرسالة أسأل حضرتك يا شيخ يعني كيف استقبلت إعلان اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة تحديد موعد الثالث والعشرين والربع العشرين من المايل المقبل لبدء انتخابات الرئاسة والله أنا استقبرت بصدر راحب إن شاء الله إحنا ربنا يكرمنا ونفسينا إن ربنا يكرمنا برئيس جمهورية يتقي ربنا في الشعب المصري لأن الشعب المصري قاسي كتير ومازال بيقاسي وتعبان تعبان جدا وإحنا مش نستريح إن ربنا يكرمنا برئيس جمهورية يتقي الله فينا بإذن الله هذا الموعد بعد تقريبا أقل من ثلاثة أشهر من الآن ده موعد مناسب حتى يستطيع المرشحون المحتملون لانتخابات الرئاسة يعني القيام بجوالات في المحافظات مصر يعني 27 محافظين نعم 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 هي الوقت كويس الوقت كويس كويس جدا يعني عشان نقدر ربنا يكرمنا إن نطلع رئيس جمهورية ويكون بالانتخابات يعني لأول مرة الشعب المصري ينتخب رئاسة مجلس شورى مجلس شعب بحرية كاملة بحرية كاملة نفسنا العجلة تمشي وهو الوقت الحمد لله كويس جدا بس أهم حاجة إن إحنا يعني ما نسترعش في في إن إحنا ننتخب حد معين ونركز عليه ويكون مثلا إيه هو دوت اللي اللي موجوده بس لا إحنا عايزين ننتخب زي ما انتخبنا مغلش الشعب بحرية برضو نطلع للرياسة الشعب المصري الحمد لله حر وهيفضل حر للأبد إن شاء الله بإذن الله يعني من وجهة نظرك تحديد موعد انتخابات الرئاسة هل سيؤدي إلى يعني استقرار الأوضاع واستقرار أشار المصري وهدوء يعني الثوار إن شاء الله كل حاجة هتبقى بخير إن شاء الله ومصر دائما هتبقى بخير إن شاء الله كيف استقبلت أيضا اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة يعني أكدت أن المصريين في الخارج سيشاركون في هذه الانتخابات وحدت لهم معاويد محددة إن شاء الله الثورة عملت يعني يعني خير في البلد وإن شاء الله البلد يفضل بخير وان شاء الله كل حاجة هتتم ان شاء الله في موعدها هل تبعت مبرحة المنتمر الصحي بتاع اللجنة العليا المشروفة على انتخابات الرئاسة طبعا هي حلوة كل حاجة تبقى حلوة في مصر بس احنا نقول له يا رب ترجع مصر زال اول كما انت شايف تحديد موعد انتخابات الرئاسة يعني كما كان يطالب الكثيرون سيؤدي ذلك الى يعني هدوء الاوضاع في الشارع ونس تعود الى العمل وتبدأ منجددا عجلة الانتاج ملحقوا لي يا رب ربنا سهل الله سهل الله وهي مصر مؤمولة مؤمولة السلام على طول معروفة مصر يا حاجة اسألك كيف استقبلت تحديد موعد انتخابات الرئاسة عادي في وقتها معادي الصور كانوا طالبين بتعجيل اه هدم لهم التعجيل النهاردة في ناس كانت بتعترف بجلك لا دا الوقت الواجب بيديوا فرصة وما يديوش فرصة اه الجيش حدد لهم الوقت علشان كل واحد له اغراض شخصية أنا راجل بكلمك وعادي وفاهم ومولوه هنا في التحريق النهاردة الجيش حدد لهم خلاص يعني أنت كده شايف أن المجلس العسكري والجيش أوفى بوعوده بتحديد موعد انخبات الرئاسة أوفى بوعوده وما هي ظهرة قدام الجميع وهو ظهرة فيها التنقدم برع كانت ناس بتقولك إيه ده الموعد غريبة وبتاع ما هو بيقرب لهم علشان المعادل اللي هم بيقولوا سلم يبقى فيه إيه غير كده طيب أنت توقعاتك بعد تحدي هذه الموعيد يعني ستهدى الأوضاع وكلهم يتجه إلى العمل ولا لا أقول سيدتك حاجة اتجاه العمل للأوضاع هتهدى فيه أغراض لحاجات كده يعني فيه أغراض أنا واحد سلم وأنت سلم بتتمنى أن يكون فيه خير واستقرار مش من يوم وليلة الفساد مش هزول الفساد فيه في الشركات في المؤسسات أنا راجل بعمل في الشركة وأعرف كويت فيها بوزان كتير بعد انتخابات الرئاسة إن شاء الله بعد انتخابات الرئاسة واختيار رئيس جديد لمصر ستهدى الأوضاع إن شاء الله توقعتك ربنا يوفى وإن شاء الله مصر بخير ليوم الدين مش أنا ده رب العزة اللي فيهول إنما إحنا نستكر وكل واحد يشوف عمله يبقى عندنا إطمئنان وكناعة مش من يوم وليلة أنا تعبان شكرا جديد بس إحنا إحنا يعني اتفقنا على الأقل أن نتفق في أي حاجة يعني لو جبنا اتنين يتكلموا مع بعض هتلاقي هتلاقي لهم ثلاث قراء يعني اتنين تلاقي لهم ثلاث قراء يعني مش عارفين الناس تعمل إيه بالزبط يعني طيب يعني بتحديد موعد انتخابة الرئاسة يعني ألا يكون بذلك كده اقتمل الجدول الزمن وخريطة الطريق لتسليم السلطة لا ده ده الصح ده المفروض اللي الناس كتعايزاها واللي الناس بتطلب بيه بس إحنا دلوقتي بنسأل الناس اللي موجودة في التحرير دي موجودة ليه دلوقتي إلا الأغراض كل واحد عاوز كل واحد ليه طلب كل واحد ليه غرض اتقلبت قهوة دلوقتي تلاقي أهاوي تلاقي كراسي تلاقي عربيات حمص وعربيات كوشري مش ده مدن التحرير مش ده اللي كان موجود في الصوار يعني ده قلبة 180 درجة طيب نعود أيضا إلى الانتخابات الرئاسة وما أعلنه رئيس اللجنة العولة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بأن المصريين في الخارج سيشاركون في هذه الانتخابات الانتخابات ستكون بالرقم القومي هناك موعد محددة للانتخابات هناك موعد محددة لجولة الاعادة في انتخابات الرئاسة طيب ما ده اللي احنا عايزينه وده اللي اتحقق اهو والناس اللي في الخارج هيصوتوا زيهم زي اللي موجودين بالزبط أخذوا حقوقهم كلها طب احنا عايزين ايه احنا مش عايزين غير كده بس يا ريت البلد تستقر بقى والناس تشوف شغلها وكل واحد يبص العمله كل واحد يبص العمل عشان البلد دي تتبني من تاني لكن طول ما احنا كده عمر عمر البلد ما طوف على رجليها شكرا جزيلا عفوا اصل حضرتك يعني توقعاتك ان شاء الله بعد انتخابات الرئاسة اللي يتحدد لها موعد يوم 23 و24 مايول المقبل ان شاء الله الاوضاع هتهدأ وتتجه يعني ان شاء الله مصر الى مزيد من الامن والاستقرار ان شاء الله اتمنى اتمنى من الله ان الناس تهدى شوي عشان البلد تقف على رجلها شوي والرئيس اللي هيجي جديد مش هما اللي ينتخبه ولا ان اللي هنتخبه هما ينتخبه يبقى هما لازم زي ما انتخبه مجلس الشعب ومجلس شورى والناس برة صوات ازاي جوه لازم نحترم اراء الناس طالما احترمنا اراء الناس يبقى لازم نهدى عشان نقدر نلم الناس اللي هما بيبلطقوا في الشوارع وبتاع انما حرام كده حرام يبقى اخت واختك ماشى في الشارع وتتاخن تبقى ماشى بعربيتك وتتاخن ونسمع كل يوم والتاني انضرب فلان انضرب علان اتخذ فلوس من فلان هجم على بنك حرام يعني شكرا يا ذي لك اذا شكرا للزميل محمد ابو رحاب اجرى هذه اللقاءات واستطلع اراء بعض المواطنين حول اعلان الجدول الزمني او الاطار الزمني الذي تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية لكن الان نستكمل الحقار مع بعض ضيوفي عبر الهاتف ينضم الى الاسد طارق الخولي المتحدث باسم حركة ستة ابريل والسيد طارق الزمر القيادية بالجماعة الاسلامية ابدأ بالاستاذ طارق الخولي المتحدث باسم حركة ستة ابريل استاذ طارق كيف ترى الاطار الزمني الذي تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية الحقيقة الاطار الزمني محمود بشكل كبير ولكن تبقى هناك عدة مشاكل او عدة امور يجب ان نتحدث فيها اول امر هو المادة 28 التي ما زالت يعني مشكلة رهيبة قد نواجهها في الانتخابات الرئاسية القادمة ففي الحديث عن هذه المادة وما تحتويه من انه رئيس اللجنة العليا المشفى على الانتخابات الرئاسية لا يجوز الصعن على قراراته باي وجه من اوجه الطعون اعتقد ان دي مشكلة كبيرة يجب ان نتداركها ويقلب على البرلمان ان بمشاورات مع المجلس العسكري ان يتم تعديل هذه المادة لانه مش هنستحمل او هنتحدث ان احنا هننتظر استفتاء لتعديل المادة ويتم تأجيل موعد الانتخابات عنده شيء مرفوض بشكل كبير لكن بنتكلم انه عن طريق المشاورات يمكن تعديل المادة 28 لانه صعب اوي ان احنا ندخل الانتخابات الرئاسية وهذه القرارات التي تخرج من لكن يا استاذ طارق يعني المجلس الاستشاري كان له رأي في هذا الموضوع يعني ذكر ان هذه المرحلة الانتقالية انه لو كانت الظروف طبيعية ما كان ابدا ليوافق ولا ليحبذ تمرير هذه المادة 28 من الاعلان الدستوري وانه يرفض تماما تحصيل لجنة الانتخابات الرئاسية ولكن المرحلة الانتقالية بطبيعتها قد تسمح بذلك خاصة ان من سيقوم على رئيسة اللجنة الانتخابات الرئاسية هم رئيس المحكمة الدستورية العليا واساتذة وشوخ القانون يعني وكمان استشهد بان من تحدث منهم ان رئيس المحكمة الدستورية العليا كان من الممكن ان يكون رئيس للجمهورية وفقا للدستور المعطل يعني الحقيقة انه ليس هناك انسان معصوم من الخطأ وهذه اللجنة هي لجنة ليست معصومة من الخطأ وقد تصيب والجميع لا يستطيع ان يقول ان اعضاء اللجنة هم انبياء فقد يخطئوا فبالتالي لابد من وجود اوجه من اوجه الطعام يمكن الرجوع بها في حالة وقوع خطأ او ما شاء اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ طارق الخولي المتحدث باسم حركة ستة ابريل والذي يرى ان الاعلان عن الاطار الزمني هو امر محمود ولكن بقي الجدل الدائر حول المدة الثامنة والعشرين من الاعلان الدستوري استاذ طارق الزمر القيادية بالجمع الإسلامية ما رأيك؟ والله نحن نحبذ او نفضل ونرحب بصدور هذا القرار باعلان جدول الزمني الذي كان تأخيره في الحقيقة محل تشكك كبير عند الكثير من القوة والكثير من الطيرات ولا اعتقد ان هذا الجدول يلبي متطلبات هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر كما انني ايضا اطالد وصول الصيرة تضمن عدم تحسين قرارات اللجنة للانتخابات الرهاتة لان هذا الامر لا زال وسيظل محل تشكيك في هذه الانتخابات وان كانت قد جرت معل التعديلات قبل ان نصل الى التشكيك في هذه اللجنة عن طريق التعديل الاخير الذي اجري في مجلس الشعب باخضاء القرارات القرارات القرارية قبل الوصول لقرار اللجنة الا اننا نتمنى ان تزال كل الشكوك وكل الهواجز قبل انتخاب رئيس مصر القادم الذي سيكون بداية جديدة لعصر جديد نتمنى ان لا يكون فيه اي صورة وصورة تشكيك في هذه اللجنة اشكرك شكرا جزيلا السيد طارق الزمر القيادية والجماعة الاسلامية اعتذر منكم مشاهدين اعزائي عن عدم استكمال الحوار حول هذه القضية لننتقل الان الى القاهرة حيث المؤتمر الذي يعقده امين عام جماعة الدول العربية دكتور نبيل العربي حول بعض القضايا العربية المشتركة الى هناك حماس قال لن نعترف باسرائيل وكيف يكون هنا دولتين فكر دولتين مصالحة بين الحماس ورئيس عباس اسمحت ارد على الجزء الاخير اولا حماس وقعت مع فتح اتفاق يقول ان منظمة التحرير الفلسطينية بيلو هي التي تتحدث باسم فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية موقعة اتفاقات مع اسرائيل اذا كانوا يقولوا شيء اخر اليوم ده موضوع خارج الاطار فيما يتعلق بالدوحة في ايه في الدوحة اولا بغداد موضوع الهاشمي ده موضوع داخلي مش مطروح على القمة والسورية موضوع سوريا موضوع سوريا طبعا حيصار في القمة حيصار في القمة طبعا يعني سؤال واحد لان انا مطرق امش فضل فضل سعادة الانمين العام انا ربيع شهيد مدير تحرار الهرام الاقتصادي والهرام الالكتروني الازمة السورية تسير من سيء الى اسوأ ماذا لو رفضت سوريا مهم بكوفي عنان وقد قرأت تقارير بالامس عن انها لا تعترف بذي المهمة انها ترفضها وماذا لو استمر مسلسل القتل وإسالة الدماء واي جدوى لحوار مع النظام في ظل هذا الوضع شكرا شكرا اولا هذه اسئلة افتراضية وانا لا احب ان اجيب على اسئلة سوريا ماذا لو ماذا لو ماذا لو خرجنا من هنا ودربتنا عربية ما اجيبش على اسئلة سوريا لكن السؤال المزبوط يعني ما يستشف من سؤالك ما هي الخطوة التالية ماذا يمكن ان نفعل بعد ذلك ماذا يمكن ان نفعل بعد ذلك الهبنة كان مطلوب الجامعة العربية حولت كل الوسائل التي يديها كل الكروت التي في جعوبتها تم استخدامها الآن تم التوجه الى مجلس الامن منذ فترة ومجلس الامن لم يتمكن من اصدار قرار انا عندي امل ان ربما يصدر قرار اخر من مجلس الامن والجامعية العامة قررت ايضا بعض امور منها تعيين مبعوث المبعوث اتصل بالفعل مع السلطات السورية ماذا سوف يذهب وما هي الخطوات اليوم بنك يمون سكرتير عام الأمم المتحدة طالب السلطات السورية باستقبال المبعوث ويجب ان ننتظر ونرى ما هي النتيجة اخر سؤال الواضح ان الجهود الدبلوماسية تسير كس الحفاه والاوضاع في سوريا تمشي بسرعة الساروخ هناك دماء عربية تسير في سوريا والموقف العربي حتى الان ما زال يلح على الحل السياسي لكن الا يمكن للجامعة العربية في ظل ربيع الثورات العربية وتخلص الانظمة العربية من عقدة الاتفاقيات التي توضع في الادراج ان يتم تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك يعني بداية من ارسال قوات عربية لحفظ السلام وانتهاءا حتى بلجم هذا النظام الذي لا يتورع عن قتل شعبه شكرا جزيلا شوف الموضوع ده يعني يجب ان ننظر له نظرة موضوع اذا مشاني العزاء كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي اعقده امين عام جامعة الدول العربية دكتور نبيل العربي حول اهم القضايا على الصحة العربية وعلى رأسها طبعا الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية على حسب ما سمعنا في هذا الجزء الذي نقلناه لكم على الهواء مباشرة كنا قبله مشاهدين العزاء نتحدث عن الجدول الزمني المعلن للانتخابات الرئاسية حيث اعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الموعدة الزمنية للانتخابات وقررت تحديد يومي الثالث والعشرين والربع والعشرين من المقبل لتصويت المصريين في الداخل واختيار اول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد ثورة يناير على ان يبدأ تصويت المصريين في الخارج يوم الحادي عشر من مايو وحتى السابع عشر من الشهر نفسه المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة اعلن ان موعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية النهائي سيكون قبل يوم الثلاثين من يونيو المقبل وان موعد بدء تقديم طلبات الترشيح لمرشحي الرئاسة سيبدأ من العاشر من مارس المقبل حتى الثامن من ابريل على ان يتم اعلان قائمة المتقدمين للترشح يوم عشر ابريل وان تبدأ الحملة الدعائية للانتخابات يوم ثلاثين ابريل وحتى العشرين من مايو على ان تتوقف هذه الحملات الدعائية للانتخابات يوم الحادي والعشرين من مايو يعني كان قبل الانتقان لهذا المؤتمر كان ضيوفي عبر الهاتف او ضيفي عبر الهاتف طارق الخولي المتحدث باسم حركة ستة ابريل وطارق الزمر القيادية في جماعة الاسلامية يعني كلاهما ثنى هذا الاعلان وهذا الجدول الزمني الذي اعلنته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لكنهما عقبا على المادة 28 والتي هي مفر جدل حتى الآن والمتصلة بتحصين لجنة انتخابات الرئاسة ضد اي طعون اذا ايضا ساستقبل اراءكم واتصالتكم حول هذا الموضوع وينضم الي الان الدكتور حازم حسني استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية دكتور حازم اهلا بك معنا دكتور حازم يعني تأتي العملية الاعلان عن الجدول الزمني بشأن الانتخابات الرئاسية وسط جدل يدور حول المادة 28 يعني انا لا تقلقني كثيرا من المادة 28 قد ما تقلقني اشياء اخرى كثيرة اهم منها بكثير نعم وهو منصب الرئاسة نفسه لانه انا اعرف انه بنتخب رئيس جمهورية اما انه لديه اختصاصات واضحة في نظام سياسي واضح المعالم على نظام رئاسي او نظام برلماني الى اخره وده ليس محددا لانه الدستور لم يتم اداده بعد او انه يتم انتخاب الرئيس قبل الاستفتاء على الدستور بحيث يكون للرئيس في منصبه الرئاسي ثقل معنوي يشارك بهذا الثقل المعنوي في توجيه ان الرأي العام في مصرح حول قبول او عدم قبول مساودة الدستور التي ستضعها لجنة الدستور انا اعتقد ان ده اهم كثير من المادة 28 التي تعطي نوع من الحصانة لاعلان نتيجة الانتخابات وبالتالي انا اعتقد ان نص مصر بدأنا نتكلم في اشياء هامشية وتركنا اهم ما في الموضوع او قلب الموضوع وهو شكل وبنية الدولة المصرية والدور الذي يمكن ان يؤديه رئيس الجمهورية في نظام سياسي اصبح مرتبكا الى حد كبير ويحكمه قدر كبير من الارتجالية للأسف الشديد نعم لكن ايضا الدكتور حازم اذا كان كل اطراف القضية ارتضوا ان تجرى الانتخابات الرياسية قبل الدستور اولا فمن الطبيعي ان نجاح او مدى نجاح هذه العملية سيؤثر سلبا او اجابا على كل مجردات هذه الامور مما يشغلك من هذه الامور من منصب الرياسة وتحديد نظام الدولة والثقل المعناوي الذي سيحدده الدستور او سيدفع به الدستور في هذا الاتجاه بعض الناس بترى او اصحاب هذه الوجهة النظر ان المادة الثامنة والعشرين قد تفتح بابا للاخلال بشفافية هذه العملية يا سيدي فتح الباب للاخلال بالعملية السياسية برمتها اكثر اهمية بكثير من فتح الباب لاشياء جزئية تتعلق بعملية اتخابات الرياسة نحن منذ ان تكونت لجنة المستشار البشري ومرورا بالاستفتاء 19 مارس ثم صدور الاعلان الدستوري بعد هذا الاخير نحن ننتقل من حالة منص ضباضية الى حالة اكثر ضباضية وانا لا ادري حقيقة ماذا تعني كلمة ان كل الاطراف السياسية اتفقت على شيء ما ما هي هذه الاطراف السياسية نحن نستدرك جميعا الى القبول بالامر الواقع خطوة وراء خطوة بمعنى اننا جئنا عند لحظة معينة وقلنا دعونا لا نبكي على اللبن المسكوب دعونا ننظر الى المستقبل ثم نبدأ في اجراءات اخرى تزيد الامر تعقيبا ثم نقول دعونا لا نبكي على اللبن المسكوب اكثر وننظر الى المستقبل وهكذا لغاية ما حياتنا كلها اصبحت لبن مسكوبا وبالتالي انا اعتقد اننا نحتاج الى اننا نقف مع انفسنا وقفة صريحة ونسأل انفسنا ماذا نفعل وماذا تعني اصلا هذه الانتخابات الرئاسية بالطبع سيأتي رئيس توفقا لهذه الانتخابات الرئاسية ووفقا للمسار الذي سرنا فيه فنقبل بوجود هذا الرئيس ولكن هذا لا يعني بالضرورة انه سيكون هناك استقرار سياسي في مصر لان العملية كلها مصابة بالارتباك من اولها الى نهايتها ولا ادري هل هذا الارتباك مقصود ام انه ناتج فقط عن عدم الخبرة او على الضغوط الحياتية التي نعيشها لكن بالتأكيد هناك نوع من الارتباك الشديد ونوع من العشوائية او الارتجالية الشديدة في وضع الامور يعني حددنا قبل كده معاد فاتحابات وترشح للرئاسة ثم جلسنا محتارين مش عارفين ما هو معاد اجراء الانتخابات ثم انتهينا اخيرا لانه نحددنا رفع الانتخابات لكن في النهاية الامور كلها اشعر انها تثير بشيء كبير من الارتجالية ستؤثر بالتأكيد على استقرار مصر السياسي بعد الانتخابات كما رأينا في انتخابات مجلس الشعب مجيء مجلس الشعب لم يحقتوا الاستقرار للشارع المصر نفس الشيء انا اعتقد انه سيحدث مع انتخابات الرئاسة ولن يكون هناك استقرار لان الهدف ليس هو وجود رئيس الهدف هو ان يأتي هذا الرئيس بالاستقرار لمصر ويأتي لمصر برؤية واضحة طيب دكتور حزم موازين القوى السياسية لدعم اي مرشح من المرشحين المحتملين كيف سيؤثر على اختيار هذا الرئيس القادم خاصة يعني انه وضح من الانتخابات البرلمانية والشورى ايضا يعني قوة وجود الطيار الاسلامي السياسي يعني يا سيدي لا توجد لدينا قوة سياسية حقيقية او موازين سياسية تحكم الحياة السياسية في مصر ما هو موجود هو حسابات بعضها او كثير منها حسابات عقائدية دينية بعضها ايضا حسابات تتعلق بضغوك المعيشة اليومية في الشارع المصري لكن لا استطيع ان اتحدث اطلاقا عن ان هناك موازين سياسية بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة نحن لدينا انتخابات تتم بناء على معايير لا علاقة لها اطلاقا بالمهام التي وفترض رئيس الجمهورية ان يتحمل وبالتالي انا ارى ان العملية كلها تسير من عبس الى عبس ونصر في نهاية ستدفع ثمن هذه العبسية الشديدة لانه لابد انه حيأتي وقت شئنا او لم نشأ وستضطر مصر التي تقف مع نفسها وقفة جادة وتسأل نفسها سؤالا واضحا وصريحا الى اين نحن ذائبون يعني حضرتك الناردة بنتكلم عن فتح باب الرئاسة وحيجلنا رئيس جمهورية ونحن لم نستقر بعد على منصب القائد الاعلى لقوات المسلحة وهي قضية في منتغل خطور هل منصب القائد الاعلى لقوات المسلحة سيكون من نصيب رئيس الجمهورية كما هو مستقر في الاعراف السياسية في العالم كله ام ان الجيش هو الذي سيحتفظ بمنصب القائد الاعلى لقوات المسلحة هذا السؤال الاساسي في تكوين الدولة وفي اداء الرئيس لمهامه لم نطرح اجابتها حتى هذه اللحظة ولم نحاول البحث عن اجابة له ونحاول دائما نغطي على الاسئلة الصعبة ونروح الى مسائل اجرائية لا تطرح لماذا نقوم بهذه الالرئات اصلا نعم اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور حازم حسني استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية اتحول الان الى ضيفين اخرين حيث معي المهندس طارق الملطة المتحدث باسم حزب الوسط وايضا معي الاستاذ مصطفى النجمي المتحدث باسم الاتحاد العام للثورة ولكن قبل ان اتحدث اليكم يعني اتحول الى متصل مشارك من القاهرة الاستاذ حسن مصطفى حتى لا نطيل عليه استاذ حسن تفضل وعليكم السلام عفوا لم اسمعك جيدا يعني اعد الجملة مرة اخرى انقطع لتصالب الاستاذ حسن مصطفى من القاهرة ابدأ بالاستاذ المهندس طارق الملطة المتحدث باسم حزب الوسط وانص طارق يعني كيف ترى هذا الاعلان والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية مرحبا بك يا ارسد ايمن ومرحبا باستاذ المشاهدين والعقل ديف الحقيقة احنا شايفين ان البرنامج اللي اعلن لهذه المعايد فيه كثير من المط والتطويل غير المبرر في الجدول الزمني لان لما نجد ان فترة اتاحة قبول اوراق الترشيح بدءا من فاتح داب الترشيح وحتى قلقه حوالي 29 يوم وهي من 10 مارس الى 8 ابريل الحقيقة دي مدة كبيرة جدا لا ندري ما السبب وراءها يعني في حين انه في المقابل المدة المطروكة للدعاية الانتخابية وهذا اهم شيء في العملية الانتخابية الحقيقة لان حتى الان لم يترح اي مرشح برنامجه الرئاسي بالتفصيل وهذا المطرود ما يهم المواطن المصري يعرف متقبل مصر من خلال هذا المرشح وبينامجه تكون ايه الدولوا 20 يوم فقط للدعاية الانتخابية نعم ايضا هناك تطويل ومط فيه الفترة ما بين الجولة الاولى في الانتخابات اللي هي هتتم في 23 و24 مايو والجولة التانية اللي هي جولة الاعادة اللي هتتم فيه 16 و17 يونيو الحقيقة برضو المسافة هذه مسافة كبيرة جدا ولا معنى ولا مبرر لان المرشح يحتاج دعاية مرة اخرى لمدة 5 يوما الحقيقة كان بالأولى ان هذه المدة تضع لمدة الدعاية الاولى اللي احنا من وجهة نظرنا هي دي مدة الدعاية الأشعر لكن مهندس طارق يعني اليس من الممكن ان يرتبط يعني المط والتطويل الذي تراه من وجهة نظرك بمسألة قانونية انا لا اعنى في القانون حقيقة ولكن يعني اذا ما كنت تقرأها في انها ليس لها اي داعي وليس لها اي مبرر هل معنى ذلك انك تشكك في المط والتطويل هذا انه من الممكن ان يقرأ بصيغة اخرى؟ نعم انا ما يعنيني انا لدته قانوني ولكن ما يعنيني القراءة السياسية القراءة السياسية الحقيقة لما اجب انه هناك من وجهة نظر مط وتطويل في اماكن غير مبرر فحين يختزل الوقت في مكان اخر اللي هو فترة الدعاية الانتخابية للمفروض تكون فيها فصة اكبر اه يعني اجب ان انا امام ان مش لايه غير سبب واحد وهو الاسرار على ان يكون انتقال السلطة لرئيس مدني منتخص في مصر في نفس الموعد الذي حدده المجلس الاسكري من قبل لان ما قيمت ان انا بكرت الفتح باب التشريحة بعد عشر مارس فحين انني سأتقضى الى تسمية الرئيس في نهاية يونيو فيعني المدة لا مبرر له الا انتزام بهذا الموعد فحين ان احنا كنا بنرى من وجهة نظرنا كحزب الوطف ان الاوجب في ظل الوضع الامني غير المستقر وحالة الفوضى اللي بتشهدها البلاد كل يوم زي ما نشوف الاعتداءات على مسؤولين الاعتداءات على موشحين رئاسة السرقات ومعشابة كنا نرى ان تعديل الاجراءات وتقليص هذه المدد هو بالتأكيد في صالح الاستقرار في مصر وفي صالح ان نبدأ جميعا معا بسؤول بناء مصر المستقبل طيب اشكرك شكرا جزيلا مهندس طارق الملطة المتحدث باسم حزب الوسط واتحول الى الاستاذ مصطفى النجمي المتحدث باسم الاتحاد العام للثورة استاذ مصطفى ما رأيك في الجدول الزمني للانتخابات الرياسية التي اعلنها بالامس اهلا بحضرتك في البداية وارحل بجميع الضوء وقدر جميعا كلامهم عن جدول الزمني للانتخابات الرياسية واتفق مع تكسير من النقاط ولكن نحن كقوة ثورية واعتلافات ثورية نرى ان جدول الزمني للانتخابات الرياسة يحصل ضعفة جيدة ويسير على طريق الديمقراطية منذ ان ادعنا من انتخابات مجلة الشعب المشهورة لكن ما تعلقك على ما قاله المهندس طارق الملط وما اخذه من مآخذ على المد والتطويل من وجهة نظره في مدة تقديم طلبات الترشيح لمرشح الرياسة لا نحن نتفق معه في اجزاء ولكن في اجزاء اخرى نقول نحن كاكتلافات ثورية وكقوة ثورية اننا نستقع بان قوات المسلحة علنت عن نياتها في تسليم السلطة وهذا شيء جيد وان كانت هناك وان كان الجدول الزمني قد جاء متأخرا يعني مشوبا بعد عدد من الاسباكات حيث تأخر وطلحها أقصى بالمرة الا اننا نقول انه من الناحية القانونية عندما سألنا فيه هذا الشيء القانوني جيد وانه ملتزم الا اننا نقول ما سر التمسك بالمدة 28 والتي قد تصل على التحتورة الآخر التي تذكرونها بالنظام بالمواد 76 و67 في ايام النظام المخلوع عضلية المخلوع نقول اننا يعني هذا الجدول اللي جاء متفقا مع غانبية القوة الثورية خاصة نحن كاتحاد عمل الثورة يمثل 18.3 وحركة ثورية نقول باننا بان 21 يوم بعية انتخابية ليست كافية بالمرة لان امور الشحراءات في 27 وعفظة بان يعني يعني يعلب برنامجه ويحاول يطرعه على امور الشعب ولكننا نسق تمام الثقة في ان في ان القوة الثورية نعم اشكر شكرا جزيلا مصطفى النجمي المتحدث باسم الاتحاد العام للثورة كما اشكر ضيوفي الذين شاركونا في هذه الفقرة والتي خصصناها بشأن الجدول الزمني المعلن للانتخابات الرئاسية واشكركم مشاهدين العزاء بعض الفاصل سنلتقي مع موجز لاهم واخر الاخبار فابقوا معنا اشتركوا في القناة